خمسون عملية جراحية مجانية أجريت هنا بمستشفى الراز العام في المخيم الجراحي الخاص بالأنف والأذن والحنجر مبادرة لمؤسسة محلية استمرت لمدة أسبوع تهدف للحد من معاناة المرضى وعلاج ورعاية الحالات المرضية الأشد احتياجا في محافظة أبيان بدأ المخيم الطبي بإجراء المعاينة المجانية للمرضى من مختلف الأعمار والذي استقبل أكثر من ثلاثمائة حالة في اليوم الأول ليستمر حتى نهاية الشهر الجاري كما ترون الاستقبال الحاشد واستعدينها للاستعداد جيد إن شاء الله وأتمنى أن نوفق في أعداد الناس لأن الأعداد تزايد والمطلوب خمسين حالة جراحية كادر طبي من أبناء المحافظة ينفذ ويشرف على المخيم بعد أن تخلف عدد من الأطباء من خارجها كانت مؤسسة طيبة المنفذة للمشروع قد تعاقدت معهم يعتبر هذا المخيف لفتة كريمة لأبناء هذه المحافظة التي عانت من ويلات الحرب نتمنى أن يستفيد المواطنين من هذا المخيم ونتمنى أن نظهر عن الحزن ضمنهم النقص الذي يعاني منه المخيم بسبب غياب الكادر الطبي وعدم التزام بعضهم لم يعد عائقا أمام نجاح العمل ليبقى الشيء الوحيد ربما يمثل مشكلة تؤرق المرضى هو حصولهم على الأدوية المجانية لعدم توفرها في المستشفى الذي يشهده الآخر منذ فترة طويلة نقصا حدا في الأدوية وأيضا غياب الكوادر الطبية المتخصصة ما جعل بعض الأقسام مهددة بالإغلاق وسط تزايد عدد من المرضى كونها الجهة الأولى للمواطنين العاجزين عن تحمل نفقات المستشفيات الخاصة ترجمة نانسي قنقر